مرحباً بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية بالصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم يونت 2 رامدو اليونت الثاني المراجعة طبعاً نحن نتعودنا بالدروس السابقة بالسنوات السابقة بالمراحل السابقة أنه الدرس التاسع من كل يونت يعتبر درس للمراجعة نتعرف بي على المواضيع اللي أخذناها بالدروس السابقة شنوه المواضيع القواعدية الإسقاطات وبيها بعض التمارين المهمة اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري منها تمارين قواعدية منها تمارين متعلقة بالمفردات على شكل إسقاطات اختيارات إلى آخرين بالبداية درس يراجع لي المواضيع السابقة شي يقول لي يقول لي now you can do these things والآن يمكنك عمل هذه الأشياء إذن الأشياء اللي تعلمتها من خلال هذا اليونت هي كالتالي أولاً say what happens in the future هو عند تقول ماذا حصلت أو ماذا سوف يحصل في المستقبل تعرضنا بالدروس السابقة على قاعدة المستقبل إذا تذكروها وهي عبارة عن طاعد زائد وضع زائد فعل مجرد شرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة إذا تحبون تشوفون شرح المفصل لموضوع المستقبل تقدموا تراجعون الشرح المفصل للمواضيع ناشرهم مع الدروس السابقة شي يقول لي هنا نبطي نامفلة يقول لي tomorrow morning يوم غير صباحا it will be cold and windy سوف يكون الطقس بارد وعاصد it هي الباعل وزائد الفعل مجرد مثل ما وضحنا مثل ما وضحنا وقاعدة it will be sunny in the afternoon سوف يكون الطقس مشمس في المساء the temperature will be 14 degrees الدرجة الحرارة رح تكون درجة الحرارة 14 درجة مئوية I'll be 14 in my next birthday سوف يكون عمري 14 سنة أو 14 عام في عيد ميلادي القادم وهكذا I won't be at school tomorrow morning سوف لن أكون في المدرسة صباح يوم غير بتبارها ما أطلأ أو رح يأخذ إجازة إذن هذه عبارة عن الموضوع الأول أخذناه اللي هو المستقبل البصير وراها النقطة الثانية أو الموضوع الثاني اللي أخذناه مثل هذا اليونس say and write the date هو قول وكتابة التاريخ اللي شرحناها بالدروس السابقة ووضحنا أنه مثلا إذا اليوم مثلا على سبيب المثال اليوم 21 بالشهر بشهر الثانعش إذا أردأ عبر عن هذا التاريخ أقول 21 ST هي مختصر ما 1 شهر الثانعش يا شهر شهر ديسمبر شن اختصار ديسمبر BEC وهكذا إذن أنا كذلك تعلمنا عن كيفية التعبير عن الوقت وكذلك أردنا كيفية فك الاختصار عن الوقت يعني كمثال الواحد وعشرين إذا أفك الاختصار عنها شأقول أقول 21 الحادي والعشرون ديسمبر الحادي والعشرون من شهر ديسمبر اللي هو شهر الثانعش إذن اتعرفنا كذلك على كيفية قول الوقت والكتابة الوقت اللي هي إذا تذكرون الموضوع اسمع الأعداد الترتيبية كذلك إذا كذلك إذا كنت شوفونا شرح مفصل ما تبقنا نانشري وراها التحدث عن الفصول في إنجلترا وطبعا شوفونا أنا دي وضح لي أن الفصول في إنجلترا مو بالعراق يعني أكثر المعلومات اللي أخذناها عن الفصول عن الطقس كانت المعلومات متعلقة بإنجلترا مو بالعراق فعدنا أربع فصول اللي هم السفرينغ الربيع الأوتم الغريب السمر الصيف والوينتر اللي هو الشتاء فهو أنا دي وضح لي أن يقول لي كل فصل عرفنا نانشي خصاصة على سمي مثال الوينتر الشتاء دائما بارد الربيع عادة ما تمضر في الصيف في بعض الأحيان يكون الجوحار في الخيب غالبا ما يكون الطقس عاصف وكذلك النقطة الرابعة أو الموضوع الرابع اللي أخذناها اللي هي الأمور الصفية أو الإنشطة الصفية تحدث عن تحدث عن لسنة الدراسية وأخذناها بقطعة سايمون أن العام الدراسي في العراق عبارة عن فصلين أما العام الدراسي في إنجلترا عن ثلاث فصول وأخذنا التفاصيل ما نتهم تحدث مع شخص عن المناسبات أو الاحتفاليات في العراق كذلك أخذنا كمثال عيد الفطر في الدرس السابق إلى آخره قول القصيدة الغنائية أخذنا قصيدة غنائية 30 ديز هالسبتمبر اتعرفنا على عدد الأيام الخاص بكل شهر مثلا سبتمبر 31 يوم فبرو ولي 28 أو 29 يوم مارج 31 يوم إلى آخرين إذن هذه المواضيع التي أخذناها خلال هذا اليونت المواضيع الرئيسية أو المهمة التي أخذناها خلال هذا اليونت مجرد دي يدربني أو دي يذكرني بيهن وراها الكتاب النشاب تمرين الرقم واحد يقول لي جد الكلمات التي تقطي نفس النهاية الصوتية أو القافية أحنا نسميها هو من طين مثال قل لي نفس النهاية الصوتية مع الكلمة بالكلمة ترادفها ويا كلمة تسكول قال لي زينا أنت تقدر كمثال جين أكتب جين شنو الكلمة اللي تنطي نفس النغمة الصوتية لهذه الكلمة أجل أدور جين جون لا نون لا ما لا مون كذلك لا رين كذلك لا رين جين رين شفوه هي الإمناء يختلف لكن اللفظ يشبه اللفظ أو النهاية الصوتية مع الكلمة يشبه النهاية الصوتية مع الكلمة جين إذا جين ترادفها باللفظ الصوتي هي كلمة رين وهكذا بس خلصنا جين كلمة كمثال إذن كلمة جون شنو الكلمة اللي تشبه باللفظ كلمة جون منطيني كلمة مون جون ومون إذن خلصنا جون ونون ورين نجي على كلمة نو نو معناها يعلم أو يعلم اللفظ معلتها شنو الكلمة اللي ترادفها بالناحية اللفظ نو سنو نفس اللفظ تقريبا أو النفس النهاية الصوتية للكلمة وكذلك may pray may اللي هي أحد عشهر السنة وpray اللي معناها يصلي may وpray والأخيرة spring الربيع وthink spring think نفس الذكرة إذن هذا التمرين يقول لي يحاول تلقى كلمتين تنطي نفس النهاية الصوتية من حيث اللفظ بس فقط بالنهاية بتشابهات النهاية من حيث اللفظ بتمرين رقم 2 طبعا هذا النشاط صفري غير مهم بالامتحان التحريري أو امتحان الشغوي أما تمرين رقم 2 فهو تمرين مهم جداً 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 بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لي بها قوسياً reorder reorder معناها قعد ترتيب الكلمات أو قعد ترتيب الكلمات لتعطي جملة مفيدة طلاب قبل ما أبدأ بالحل احنا أخذنا جداً و هواي معلومات أو جمل عن الطقص عن الأشهر عن الفصول فهنانا المنطيني أغلب الجمل عن الفصول كمثال spring شوفنانا الربيع شبيه الربيع بعض الأحيان sometimes mild بعض الأحيان يكون الطقص معتدل إذن أبدأ بالspring أقول spring is sometimes spring بعض الأحيان mild معتدل معتدل البرودة حس إذا أرجحكم للدروس السابقة أحنا أخذناه حتى بالسادس الفداي أخذنا موقع ظروف التكرار موقع ظروف التكرار يكون أما بعد الفعل المساعد إن وجد و إذا ما لقيت فعل مساعد رح يكون قبل الفعل الرئيسي مثل ما بالجملة الثانية أشوف الجملة الثانية شي قلت أخذني أخذ الفاعل أقول it often اللي هو ظرف التكرار وراها أخذني الفعل اللي هو شنور rains إنها بعض الأحيان أو إنها غالباً تمطر شو وقت in January في شهر يناير أو شهر الأول January إذن أقول it often rains in January إنها بعض الأحيان تمطر أو غالباً ما تمطر في شهر يناير النبضة الثالثة والأخيرة يقول لي never و in summer نفس الطريقة نبدأ بالفعل اللي هو it شوف أن أنا منطيني فعل اللي هو شنور snow ومنطيني ظرف التكرار لأخذني ظرف التكرار it never snows إنها أبداً لا تمطر وين in summer في الصيف إنها أبداً لا تمطر في فصل الصيف طلاب هذا التمرين تمرين مهم جداً جداً بالامتحان التحريري تحديداً بسؤال القواعد من الممكن أن يأتي بأحد هذا الجمل ويقول لي قعد ترتيب الجملة نحن نحاول نحفظ الجمل طبعاً نحن مناسب أغلب الجمل حافظيهم حافظيهم بالدرس الأول والثاني من الأولة الثانية لأن نحن أخذنا خصائص كل فصل خصائص كل شهر تدربنا على استخدام كلمات المتعلقة بالطقص باستخدام جمل مفيدة إلى آخرين فأغلب الطلاب حافظين هذه الجمل إذا تشلت لحد الآن ما حافظهم حاول تحفظهم لأنه ممكن تجيك وين بسؤال القواعد شون تجينا؟ تجينا على شكل Reorder Reorder معناها قعد ترتيب الجملة الآن نلتقل إلى تمرير لقم ثلاثة يقول لي write the correct date اكتب التواريخ الصحيحة إذن لي يراجع لموضوع الأعداد الترتيبية يقول لي كمثال today is اليوم مش قد بالشهر اليوم مش قد بالشهر اليوم افترض من اليوم 21 بالشهر أقول 20 شوف انتبه ويايا 21 الوحادي والعشرون من يا شهر شهر 12 شهر 12 شن سمي ديسمبر شن الإختصارة B E C أو أقدر أفك الإختصار يعني حسنا هذا مختصر أقدر أفك الإختصار أقول it is إنه 20 first إنه الحادي والعشرون من يا شهر of ديسمبر إنه الحادي والعشرون من شهر ديسمبر عين ملاحظة إحنا الأشهر ترى حاضيها فإذا أستاذ طلب من أن يكتب شهر أو مثل ما وضحنا بسؤال الأملاء من ممكن نجيب ليها على شكل أملاء على شكل ترتيب أو ما إلى ذلك لازم أعرف كتابة الأشهر كتابة صحيحة حفظنا على شكل أملاء أما نقطة ثانية يقول لي عيد ميلاد معلمنا في يوم كمثال 31 ثمانية أقول أي جال أقول 31 am aug الثامن و شهر الثامن هو الشهر أوغست اللي هو الشهر الثامن Next year السنة القادمة عيد الفطر will be on عيد الفطر سوف يكون فيه همين احنا نضطي التاريخ مع عيد الفطر كمثال حسابة عيد الفطر وطلع كمثال في الشهر الرابع 15 أربعة كمثال إذا نقولها 15th of April الشهر الرابع هو الشهر April أختصره أو أفك الاختصار أقولها 15th of April في الخامس عشر من شهر April هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة هذا مجرد نشاط صفري غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشرقوي مجرد أن يراجعني التواريخ اللي أخذناه مع موضوع الأعداد الترتيبية وعرفنا شونا نعبر عن التواريخ باستخدام العداد الترتيبية تمرين رقم أربعة تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري هو سؤال مفردات ماذا يعني سؤال مفردات؟ يعني الممكن يجيلي مثل ما هو على شكل اختيارات أو كيف الأستاذ يجيب على شكل اسقاطات يعني ما يطني على شكل اختيارات وأنما أنا أريد أخليك على شكل اسقاطات كمثال عيد الفطر عيد الفطر often لو always غالبا لو دائما starts after Ramadan يبدأ بعد رمضان طبعا نحن عيد الفطر نعرف أنه دائما بعد ما ينتهي رمضان مباشرة يجي مباشرة ورا عيد الفطر دائما ماكو شي اسمه بعض الأحيان لماذا يستعمل؟ نحن ما في اليوم احنا اجانا عيد الفطر قبل رمضان كمثال هو دائما موعد عيد الفطر بعد رمضان مباشرة هذا الشي قانون ثابت ورانا تمرين نقطة رقم فيها أو نقطة بي هناك فصلين لو ثلاث فصول في عام العالم شوف انا ننتبه يا عيد في انجلترا كم فصل؟ ذكرنا سابقا انه في انجلترا ثلاث فصول لكن انتبه لنفترض ان الاستاذ شال كلمة انجلترا وخلاني بدانها اراع بالعراق كم فصل دراسي؟ لازم تقول له هنا فهنا العراق يحمل فصلين دراسيين وبالانجلترا ثلاث فصول دراسية اما النطة الثالثة فبراوري هو أقصر لو أطول شهر شهر فبراية هو أقصر لو أطول شهر ركز لي هالمرة يقول لي أقصر شهر لو أطول شهر من حيث شنو؟ من حيث حقب الأيام ذكرنا سابقا انه أقصر شهر اللي هو 28 أو 29 يوم حسب اذا كانت السنة كبيسة اذا كانت السنة كبيسة 29 وذا كانت السنة عادية 28 اذا هو أقصر الشهور باقي الشهور كلهم أما 30 أو 31 يوم وراها يقول لي هيراكي عيد الجيش لو 16 جنواري في السادس من يناير لو في السادس 10 من يناير هذه معلومة خارجية حاول تحقلها عيد الجيش في السادس من شهر جنواري وراها رمضان 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 يصادف بعض الأحيان لو أبداً لا يصادف بالخريف طلاب قد تعرفون أنه عندنا سنة هجرية وسنة ميلادية السنة الهجرية تختلف بعض الأيام عن السنة الميلادية فبالتالي هذا الاختلال يخلي رمضان سنة يجينا بالشتاء وأنه يصل للصيف وأنه يصل للخريف والربيع وما إلى ذلك يعني خلال أدة سنوات سيصادف رمضان في فصل الشتاء أما سابقاً كان فصل الصيف إذاً بسبب الاختلاف السنة الهجرية والميلادية سنرى أن رمضان من الممكن أن يصادف في فصل الخريف فهنا نقول له بعض الأحيان هل من الممكن أن يصادف في شهر الخريف لو أبداً لا يصادف في شهر الخريف إذاً أكيد سأقول له ببعض الأحيان يصادف في شهر الخريف اللي هو الأوتر هذا ما يخص تمرين رقم أربعة وهو التمرين الأخير طلاب مثل ما وضحنا أنه هذا الدرس كمراجع للمواضح السابقة لكن تمريني جداً مهمات اللي هو التمرين الرابع والتمرين الثاني التمرين الثاني يجيب لي على شكل قواعد يقول ينطيلي جملة ويقول لي أعد ترتيبها أما تمرين رقم أربعة مثل ما هو يجيلي بالسؤال المفردات اللي هو السؤال الثالث غالي من ما يكون على شكل اختيارات هالمرضة أول أستاذ يقول لك لا أنا ما نطيك اختيارات أنا نطيك هنا فراغ أجب لك كل الجملة على شكل فراغات والكلمات أو الاختيارات الصحيحة أخذناك فيها فول والتسقط الكلمة بالفراغ المناسب هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم أخذني المراجعة للمواضح السابقة وبعض التمارين المهمة حاولوا تكتبون هذه الحلول بكتاب النشاط وتحبوهن لأن المهمات جداً بامتحان الشهر الثاني وكذلك ابتحان نصف السنة ختاماً شكراً لمتابعاتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبوهن تقدموهن 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 تتواصلوني على حساباتكم موجودة أسفل الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر